قال رئيس مجلس الوزراء إن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري لأقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر سيفتح آفاقاً واسعة أمام زيادة الاستثبارات البولندية والأوروبية في مصر جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام منتدى الأعمال المصري البولندي بحضور الرئيس البولندي أنري دودا فإن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع في 7 يونيو 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة خناة السويس ومنطقة كاتوفيتسا الاقتصادية البولندية لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر سوف يفتح آفاقاً واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر ونحن من جانبنا حريصون كل الحرص على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجهاز هذا المشروع